طب خلينا أسألك سؤال تاني دكتور أمال هل الاضطهاد بغض النظر شو أنواع الاضطهاد يؤثر على علاقتنا بالرب هو طبعا ظاهريا يا أخي نزار بيأثر تأثير سلبي بس في حالة واحدة في حالة عدم معرفة المضطهد بكلمة الله لو أنا وقع تحت اضطهاد وتحت ضغوط ومش مدرك أن كلمة الله بتعزيني وأنها بتتكلم مثلا في روميا الثمانية الأعداد من 16-32 بنلاقي أنه في الآخر بيقولي من يفصلنا عن محبة المسيح أشد أمضيق اضطهاد جوع عري خطر سيف أمور حضرة في هذه جميعها في كل ضهو لو أنا غير مدرك وغير يعني لا تسكن فيها كلمة بسيح بغنى طبعا بتأثر فيها لكن إمتى ما تأثرش فيها لما أنا أدرك أنه لا صعوبات ولا شدائد ولا اضطهاد ولا سيف ولا عري ولا ملايكة ولا رؤساء ولا حتى أجناد الشر الروحية تؤثر في عملية بل أقبل هذه العملية من الرب أقول يا رب أنا بنأديك حول كل فحمة جوايا إلى ماس له قيمة في نظرك وفي خدمة الكنيسة والآخرين ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر